بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في هذا البودكاست الجديد من كيفية التفكير كضمينات فسبق وأن رأيت بعض المنشورات في مجموعتنا على فيسبوك مجموعة Make Money with Mr. Kihal والتي أنصحكم بالانضمام إليها الآن رأيت بعض المنشورات وبعض الأسئلة من نوعية هل يجب أن نقوم بشيرة ضمينات سبقة تم وضعها للبيع أم أنه لم يسبق وأن تم وضعها للبيع هذا السؤال هو نوعا ما من بعض الأسئلة التي يتم طرحها هو يصب في منحة أنه يجب أن تقوم دائما بتحليل الماضي الخاص بالضمين وهذا الأمر هو أمر مهم جدا فهذا الأمر يجب دائما أن تقوم بعمله دائما يجب أن ترى ماضي الضمين سواء كنت تشغل على الجيد ضمينات سواء كنت تشغل على الثورت نيم والأكزاكت ماتش أو أي نوع من الضمينات يجب دائما أن ترى ماضي هذا الضمين يجب أن ترى هل تم وضعه للبيع هل كان عليهم موقع يعني دائما يجب أن تقوم بتحليل هذا الأمر لكن الآن السؤال الذي ممكن أن تطرحه هو هل إن وجدنا ضمين سبقة وأن تم وضعه للبيع هل نشاره أم لا نشاره الآن في هذا البودكاتس سأقوم بالإجابة على هذا السؤال بالتفصيل الممل وسأذكر لكم جميع الأسباب وجميع الأشياء التي ممكن أن تخطرها على بالك لكن قبل ذلك سوف نبقى أولا مع هذا الفاصل الإشهاري ثم أعود إليكم مباشرة لكي أقوم بالتفصيل لكم في كل شيء هذا الفيديو هو برعاية موقع porkban.com porkban.com هو من أفضل المنصات الخاصة بشراء الضمينات وتوفر لك العديد من المزايا والعديد من الأشياء مثل الويب هوستين مثل الإيميل فورورد والكثير والكثير من المعايير الأخرى منصة porkban هي منصة رائعة جدا فهي توفر لك مسألة أن تقوم بوضع الضمينات الخاصة بك على Afternic وتدعم خاصية الفاصل ترانسفير والتي ستزيد من مسألة بيع الضمينات الخاصة إن قمت باستخدام الكوبون التخفيضي الخاص بي والذي هو ميستر كحل ففقط قم بمرسلتي وسأقوم باقتراح عليك التعبئة في 3 يعني أنك إن قمت بشراء 2 ضمينات سأقترح عليك 6 ضمينات إن قمت مرة أخرى بشراء تلك 6 ضمينات سأقترح عليك التعبئة في 3 وسأرسل لك 18 ضمينات ومرة أخرى إن قمت بشراء باستعمال الكوبون سأقترح عليك مرة أخرى التعبئة في 3 هذا يعني بأنك ممكن أن تقوم باستخدام الكوبون التخفيضي 3 مرات متتالية هذا الأمصر فيعطيك تخفيض جيد جدا وسيعطيك مسألة أن تمتلك ضمينات جيدة تم اقتراحها مني شخصيا وهذه الضمينات هي جيدة قمت بتحليلها بشكل يدوي فإن قمت بشراء باستخدام الكوبون التخفيضي الخاص بي والذي هو ميستر كحل فقط قم بمرسلتي على الإيمان الذي ترى هنا في الشاشة أو فقط قم بمرسلتي على صفحتنا على فيسبوك وسأقوم بإرسال لك جميع الأشياء التي وعتك بها فبعدها قمنا بالتعرف على منصة بوركبان دوت كوم سوف نمر الآن إلى الشرح العملي إذن مرحبا بكم من جديد فإن تذكرتم ففي دورة الجيد ضمينات شرحت لكم أنه يجب أن تقوموا برؤية ماضي الضمين في دورة الـ Exact Match كذلك شرحت لكم أنه يجب أن تقوموا برؤية ماضي الضمين ودائما كنت أريكم أنه في بعض الحالات قد تجدوا الضمين تم وضعه للبيع البعض منكم لا يشتري الضمين والبعض منكم يشتري الضمين دعونا نتفق على مسألة مهمة جدا وهو أنك إن وجدت أحد الضمينات التي لم يسبق وأن تم وضعه للبيع وكان عبارة عن موقع سابقا أو أنه حتى وإن لم يكن موقع لكنه لم يسبق وأن تم وضعه للبيع سابقا فهذا الضمين دات جودة جيدة هذا يعني بأنك يجب أن تشتري ذلك الضمين بدون أي تردد لكن بشرط أنه يحترم المعايير الأخرى لا تقوم فقط بأخذ مسألة أنه لم يسبق وأن تم وضعه للبيع ثم تقوم بشراء دون التركيز على الأشياء الأخرى دائما نركز على المعايير الأخرى يعني المعايير الأخرى مثل قوة الضمين الكلمات الموجودة في الضمين عدد الزبائل المحتملين ثم أضف إلي أن الضمين لم يسبق وأن تم وضعه للبيع لكن هل هذا يعني بأنه لا يجب أن نشاري ضمينات أخرى؟ هل هذا يعني بأننا لا يجب أن نشري ضمينات سبقة وأن تم وضع البيع؟ بطبيعة الحال لا، ما يمكن أن نقوم بشيرية لكن تحت معايير محددة هنا يجب أن نقوم بتحليل ماضي الضمين كيف نقوم بتحليل ماضي الضمين؟ سبقة وأن شرحنا هذا الأمر في دوره السابقة يعني عن طريق أداة وعن طريق موقع archive.org فعندما تقوم برؤية ماضي الضمين فهنا يجب أن ترى هل الضمين تم وضع البيع؟ إن تم وضعه للبيع يجب أن نرى بكم تم وضعه للبيع لأنه في بعض الحالات قد تجد بأن مثلا شخص ما قام بوضع الضمين مثلا بألفين دولار لكنه لم يسوق للضمين أو حتى أنه سوق للضمين لكنه طلب سعر ألفين دولار ولم يتم وضع الضمين ففقد الأمل في الضمين ثم تركه هنا ممكن أن تقوم أنت بشيراء ذلك الضمين تقوم بوضعه بسعر أقل مثلا تضعه بثلاثمائة أو أربعمائة دولار ثم تبدأ بالتصويق له وستقوم بتحقيق مبيع هذا الأمر سبق وأنحدث معي وسبق وأنحدث مع المتبيع طيب الآن ممكن أن تسأل سؤال ماذا إن وجدت بأن شخص ما قام بوضع الضمين وقام بوضعه بسعر نوعا ما في المتناول يعني مثلا وضعه فقط بمئة دولار هنا ممكن كذلك أن يكون سبب آخر وهو أن ذلك الشخص لم يقوم بالبحث عن الزبائل المحتملين بالشكل الصحيح أو أنه كان الشخص مبتدئ يعني أنه لم يسوق بالشكل الصحيح أو أنه مثلا عندما سوق للضمين لم يقوم يعني بإقناع الزبون لم يقوم بنوعا ما التفاوض بالشكل الصحيح فلهذا السبب نوعا ما يجبه دائما أن ترى مثلا في النسبة لشخصيين عندما أجد الضمين ما مثلا سبق وأن تم وضع البيع وحتى وإن تم وضع البيع بسعر نوعا ما قليل فهنا دائما أركز على مسألة أنه يوجد عليه زبائن محتملين كتر يعني لا يجب أن نقوم باختيار الضمين ليس عليه زبائن محتملين كتر لأن في الكثير من الحالات الكثير من الزبائن عندما تصوق لهم في المرة الأولى لا يكونون مهتمين لكن بعد مدة بعد شهران بعد ثلاث أشهر بعد ستة أشهر بعد سنة يغيرون رأيهم ثم يقومون بالشراء في حالات أخرى مثلا تلك الكلمة المفتاحية لا يكون عليه إعلانات لكن بعدها وبعد مدة يصبح شركات تقوم بعمل إعلانات على تلك الكلمة المفتاحية هذا كذلك يشجع ذلك الشخص على أن يقوم بشراء الضمين منك يعني أنه بكل بساطة دائما قم بتحليل الضمينات وقم برؤية هل تم وضع البيع في حالة أنت إن أردت أن تقوم بكما نقول أن تبحث على أسهل الطرق لا تشري ضمينات تم وضعها للبيع لكن ذلك سوف تجد عدد قليل وسوف تجد منافسة شريصة على الضمينات التي لم يسبق وأن تم وضعها للبيع لكن إن أردت الاشتغال على ضمينات سبق وأن تم وضعها للبيع فلا مشكلة فقط تركز على أنها ضمينات الصحق ضمينات عليها زبائن محتمل كتر وضمينات لديها فرصة كبيرة جدا من أجل أن تقوم ببيع هذا الأمر ينطبق كذلك على الضمينات الأخرى التي هي غير صالحة للتسويق دائما قم بعمل هذا الأمر ويصمر في العمل دون أي توقف فهذا ما في الأمر أتمنى بأن هذا البودكاست القصير كان مفيدا جدا لكم إن شاء الله في بودكاست أخرى سأتكلم لكم حول مواضيع أخرى هذا البودكاست والذي الهدف منه هو أن نقوم بإصلاح العقليات وجعلكم تفكرون بشكل صحيح فأتمنى بأن هذا البودكاست كان مفيدا جدا لكم تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته